مرحبا بكم مشاهدين الكرام في النشرة الجوية نقدمها لكم من قناة الإخبارية الأولى في الجزائر إذن رح تبقى دائما نسخانة على كامل ولاياتنا الغربية ونوسط حتى الولايات الشقية ثم تتراجع درجات الحرارة بدءا منها رسبت إن شاء الله على كامل ولاياتنا الشمالية نبدأ نشرتنا الجوية كالعادة سورة القامرة الاستناعية تضحنا صفاء واستقرار على الولايات الشمالية سحب على السحراء الوسطى حتى على أقصى الجنوب الجزائري تفاصيل وضعية الجوية نبدأها بحركة الرياح تقدر تلحق سرعة 30 كم ترفيسة على كامل ولاياتنا الساحلية 20 كم ترفيسة على المناطق الداخلية الهضاب العليا والأوراس ونقدر نسجل 41 كم ترفيسة على الولايات الجنوبية بالنسبة للوضعية الجوية ننتوقعها خلال سبيحة الجمعة الحالة رح يكون مستقر رح تكون شميسة على العموم على تشكل الصحب تكون بدون فعالية يعني ما رح شاطئنا أمطار هذا على كامل ولاياتنا الشمالية للوضع حتى على المناطق الغربية الحالة على العموم سيكون مستقر الصافية تكون شميسة على الولايات الوسطى والولايات الشرقية درجات الحرارة اللي نسجلوها خلال صبيحة الجمعة إن شاء الله رح تلحق بإذن الله حوالي 30 درجة على عين صالح رقان تيميمون أدرار إليزي جانات حتى على عين جزام وبرج بلجي مختار نسجلو 22 درجة على المنيعة زلفانة وغردايا نسجلو 20 درجة على أفلو رغوات 17 درجة على باتنا 22 درجة نسجلوها على الجزائر العاصمة 20 درجة على وهران و21 درجة تلحق على عنبة في ظاهرة الجمعة إن شاء الله الحال رح يكون دايما مستقر على العموم ستكون شميسة على غردايا وورق لحاسم سعود حتى على منطقة الوادي الحال يبقى دايما شوية مغية كذلك ستكون رعود على منطقة تمنرس إليزي جانات حتى على عين صالح عن قزام وبرج باجي مختار بالمناطق الشمالية كذلك الحال مستقر ستكون شميسة على العموم على المناطق الوسطى والشرقية تشكل خلايا رعادية على الهضاب العليا الغربية كذلك سيكون تطير للرمال على غردايا وورق لحاسم سعود عين صالح حتى على عين قزام وبرج باجي مختار درجات الحرارة اللي نسجلوها خلال ظاهرة الجمعة إن شاء الله ريحت تلحق بإذن الله حوالي 46 درجة كأهلا مقياس على عين صالح نسجلو 45 درجة على الدرار 42 درجة على حاسم ونير بيتين دوف 40 درجة على تاغيت وتبلبلب بالشرط الحق 39 درجة على منطقة غردايا 42 درجة على ورق لحاسم 43 درجة على إليزيو جاناس 34 درجة نسجلوها على بثنة 35 درجة على ستيف وقسنتين نسجلو 40 درجة على منطقة تيزيوز 41 درجة تلحق على شلف 35 درجة على الجزائر العاصمة 33 درجة على منطقة عنابة 34 درجة على البيض نعمة ومشرية 31 درجة على وهرن حالة البحار نها الجمعة إن شاء الله البحار سيكون قليل الإتراب على كامل السواحل الوطنية والرياح ما تتعدى سرعتها 30 كم في الساعة ولو الموج إن شاء الله ما يتعدى المتر ورؤية ستكون حسنة على طول الشريط الساحلي قبل ما نختم نشطنا الجوية نتواجه بكم اليوم لولاياتي سمسيلة الحال بها خلال اليماس القليلة الجاية إن شاء الله رح يكون حال مستقل رح تكون شميسة مع درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين 19 حتى 21 درجة خلال الصبيحة وتلحق 38 درجة خلال الظاهرة ريح فيها ما تتعدى 30 كم في ساعة والرطوبة رح تكون حوالي 45% كالعادة نختم نشطنا الجوية بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعتنا لأحوال تقصنا الجمعة إن شاء الله والله أعلم نشكركم على المتابعة في يمان الله اشتركوا في القناة